تعال روح لي أخبرنا ساعة اللي فاتت تحت الكرة أعلن عن نظام جديد لدوري الدرجة الثانية بإقامتهم من مجموعة واحدة زائد دوري الممتاز 18 نادي بدأ الوضع السابق اللي هو أول حالي دلوقتي يعني عشان هو هيستمر الموسم ده ثلاث مجموعات وأنديا كتير اعترضت على النظام الجديد ببساطة شديد أشرح لحضراتكم احنا بنتكلم في دوري الدرجة الثانية يقام عن طريق ثلاث مجموعات مجموعات السعيد مجموعات الكاهرة مجموعات بحري فيها فرق السعيد هنا وفرق بحري هنا وفرق الكاهرة هنا الموسم الجديد اللي هو هيبدأ ده هيبقى بثلاث مجموعات برضو خد بالك هيبقى بثلاث مجموعات الموسم اللي بعده اللي هو موسم 2023-2024 هيبقى من مجموعة واحدة 18 فرق زي الدوري الممتاز طب ده معناه إيه؟ معناه أن الموسم الجديد ده اللي هيتلعب فيه عنديا كتير هتهبط ده واحد اتنين ده معناه أنه مثلاً يعني أنه فيه فرق بتتنافس في مجموعة السعيد فبيسعد على سبيل المثال أسوان المينيا سهاج تيسعده من مجموعة السعيد من مجموعة بحري يسعد مجموعة الكهيرة يسعد منها أكثر الأندية المعترضة مين هي أندية السعيد فرق الإمكانيات شوية كبير ما بينها وما بين أندية بحري وأندية الكهيرة لصالح أندية بحري وأندية الكهيرة طبعا فيقول لك إحنا لما يتحط في مجموعة 1-18 فريق إحنا كده مش هنسعد أبدا للدور الممتاز مثلا وفيه أندية من بحري اعترضت برضو على فاك وفيه أندية من الكهيرة اعترضت برضو على فاك وفيه أندية مؤيدة جدا للفاكرة عشان ده بيقوي المنافسة أكتر وبيخلي السوق بتاع اللاعبين أقوى كمستويات اللاعبين بيشاركوا في البطولة فيه رأي كده ورأي كده رفضين عدد من الأندية وزي ما قلت لكم أبرزهم في السعيد الموافقين أكثرهم في الكهيرة اللي عندهم إمكانيات هي تبقى الفرصة أكبر المسابقة بتقل المنافسة بتقل الأمور بتبقى جيدة فتبقى الدنيا بالأندية الكهيرة ممكن تبقى ممكن بس أندية السعيد حقيقة هتعانش ده واقع أندية بحري غالبا هتعانش يعني هي هتبقى فارق إمكانيات فارق إمكانيات مادية وفي أندية الدرجة التانية مش كل الأندية عندها نفس الإمكانيات المادية